بص يا شباب هو ايه اللي موجود في chapter 9 اول حاجة هيقولك بقى يعني ايه the abstraction and decomposition ودول المفروض في الالغ هيقولك يعني ايه top down design البروغرام يتقسم لاجزاء يتقسم لmodules ودي المفروض في ال-o-level طيب بعد شوية بقى هيقعد يقولك بقى ايه يعني ايه بقى the if than else طيب ما دي في ال-o-level ويعني ايه case يعني ايه float chart ويعني ايه pseudocode طيب ما هده في ال-o-level يعني ايه for وwhile وrepeat until ماشي بس كل الحاجات دي هندرسها بcomplexity اعمق اكيد فيه فرق ما بين ال-o-level وال-as انا بقى ايه واقف على ان معايا طلبة شطرين في ال-o-level مقفلين وكله زي الفول فالحاجات اللي متقرارة هقولها بسرعة والحاجات الجديدة هي دي اللي ان شاء الله يبقى فيها المذكر طيب دلوقتي بيقولك computational thinking تعالى نشوف المصطلحات اللي هوا حاطتها computational thinking is problem solving where number of steps are taken in order to reach a solution computational thinking involves abstraction يعني abstraction جد في ال-o-level ما اللي مذكر ال-o-level حلو حلو سمع يعني abstraction لما تيجي تعمل برنامج بيبقى عندك حاجات كتيرة قوي بس انت مش لازم تركز على كل الحاجات دي لان فيه variables بتبقى relevant للتسك اللي انت بتبرمجها وفيه حاجات تانية بتبقى irrelevant للتسك اللي انت بتبرمجها طيب ما هي شطرتك تستخدم abstraction filter out اي حاجة ملهاش لازمة وonly focus on relevant variables عشان simplify your task وتعمل البروجرام بتاعك successful ويبقى customized to your needs ويبقى efficient ويبقى صحي يبقى اول term علشان لو جالك definition ولا جالك توصيل ولا جالك شرح في حاجة اسمها abstraction abstraction involves filtering out information that is not necessary to solve the problem abstraction give us the power to deal with complexity لو عندك حاجة complex حط عليها abstraction filter away الحاجات اللي انت مش مهمة بالنسبة لك يبقى simpler an algorithm is an abstract of a process that take input اي program يا شباب وانت برضو الكلام ده موجود في الاول level اي program بيبقى له input يعمل هو processing وبعدين يطلع output ما اكيد اي program بياخد input واكيد ال input ده بيتعمله processing وبعدين لازم ال result تبقى output علشان اليوزر تشوف تبقى an abstract data type an abstract set of values and operation and manipulating these values والله abstract data type دي عليها مذكر قد كده في آخر chapter 11 في آخر chapter 10 حاجة اسمها stack و q و linked list اسمها abstract data type مش عايز اخش فيها دلوقتي المهم يا شباب كلمة abstraction سهلة مرة جيسه الف امتحان انا عايزك تفهم اسلوبي في ايه في النوتس انا مالي النوتس اجابات لأسئلة جات في امتحانات مرة جيسه الف امتحان بيقولك what are the advantages of using abstraction the solution is simplified ما انت لما تطبق abstraction هيبقى simplified quicker to design and implement ويبقى tailored to the need of the user ما انت شلت الحاجات اللي ملهاش لازمة قطر خيرك ان انت عملت abstraction خش على اللي بعدها في حاجة اسمها decomposition يعني ايه تمسك البروجرام تقسمه الاجزاء اهي قدامك اهي تقسمه الموديولز وانت بقى يا اخي مذاكر في الـ o level ان في حاجة اسمها function وفي حاجة اسمها procedure the function returns a value the procedure do not return a value هم هم الاتنين كل واحدة فيهم اسمها module ماشي وامت بقى البروجرام بتقسمه الاجزاء والاجزاء تقسمها الاجزاء ما تبرمجوش كله من اوله كده حتة واحدة دي لها advantages كتيرة اللي هو بقى ايه decomposition تقسمه الاجزاء صغيرة وتدي كله programmer جزء او وتشتغلوا بقى in a team وكل واحد يبقى مركز في حاجة وشطر في حاجة دي بقى يا شباب اللي اسمها ايه اللي اسمها stepwise refinement stepwise refinement هي نفسها decomposition وبتعمل بقى حاجة اسمها structure diagram ذكرتها في ال O level عليها مذكرة اكتر في ال AS يبقى decomposition means breaking tasks down into smaller parts decomposition is another word for stepwise refinement ماشي this leads us to structure the programming اه ماهن شاء الله بقى paper 2 في ال AS scenario question بيقولك اعمل لي function بتعمل كذا وعمل لي procedure بتعمل كذا وخلي ال function الاولاني تنده على procedure التاني ماهي دي البرمجة الحديثة لا كمبرش بيقهلك كويس مش برمجة وخلاص مش تكتب لي كود كده الف سطر وخلاص لا بنقسم الموديولز وده يمكن بيخلي scenario question بتاع الاس اثهل شوية من scenario question بتاع الاولم يبقى دي بقى ايه structure programming using procedures and functions ومعها parameters كل ده level هتذكروا تاني وهو الاس بيذكر from scratch بس بيشتغل سريع بقى خلاص يا شباب يبقى انتم عرفتوا يعني ايه دلوقتي decomposition اللي هي the other word for stepwise refinement طب خلاص ايه بقى pattern recognition دي هقولك دلوقتي اه في حاجة قبل pattern recognition مكتوبة هنا اسمها ايه اسمها data modeling يعني ايه بقى data modeling في البرمجة بتاعتك هتستخدم بقى variables ولا هتستخدم array طب تستخدم ال array one dimensional array ولا two dimensional array ولا في حاجة جديدة بقى في الاس اسمها record يبقى في حاجة اسمها data modeling هنذكرها بقى تمام طيب في حاجة اسمها pattern recognition هقولك اصدو ايه انت ذكرت في ال o level ومعانا مشرفة ومنورة زي ما هي اللي هي البابل سورت طيب لو انت لقيت البرمجة بتاعتك محتاجة تعمل bubble سورت افتح الكتب وشوف هم مدرسين ازاي البابل سورت لان ده pattern خلاص تذاكر فانت ما تحاولش تخترع البابل سورت الا لما تكون ذكرت البابل سورت اللي موجود في الكتب you don't have to reinvent the wheel معي موجودة يبقى دي ايه pattern recognition اخر حاجة بقى algorithm design بص يا شباب في ال o level انت عارف ان المنهج بتاعك في ال as كله algorithm مش هتكتب ولا كلمة python ولو انا علمتك python في ال as هيبقى بالاتفاق ما بيننا عشان اقهلك لل a2 لان a2 paper for كلها python 100% تمام طيب يعني ايه بقى algorithm يعني float chart او pseudo code ما انت شبعت بقى float chart في ال level معنا وشبعت pseudo code في ال level معنا هنزود عليها واحدة بس الحسن الحظ اللي هنزودها دي تعتبر algorithm بس اسهل من float chart ومن pseudo code اسمها ايه بقى زيادة اسمها structured english ما هو انت دلوقتي وعليها اسئلة كتير بقى هنبدأ بهم ان شاء الله تي حاجة اسمها structured english بتوصف كده الالغوريثم يعني global كده قبل ما تكتب pseudo code تمام طيب يعني يبقى algorithm design an algorithm involved developing step by step instruction to solve a problem كمان شوية هقولك ان الالغوريثم ده ثلاث حاجات structure english ودي جديدة عليك pseudo code ودي انتعرفها كويس من all level float chart ودي انتعرفها كويس من all level خلاص يبقى دي اسمها algorithm design تعالا نقول معلومك دي زيادة بيجي عليها اسئلة وبصوا يا شباب الحاجات السهلة اللي بيجيب الدرجات السهلة بنتمسج بيها 100% عشان بقى هيسقط منك درجتين ثلاثة في scenario question ما تبقاش سايب السهل وانت هتسيب السهل تعرف تجيب الصعب طيب في حاجة معلومة زيادة يا عم اسمها transferable skills تعالا ده الدنيا جميلة اوي بص يا ابني لو انت ذكرت عملي لو انت ذكرت studio code وتيجي تبرمج بالبيثون هتلاقي الفرق منهم بسيط ما اللي انت ذكرتو في studio code هو ما هو ما هي studio code في if then else وcase وfor وwhile وrepeat until البيثون في الif then else وبدل الcase في حاجة اسمها الف وفي الfor والwhile بس ما فيش repeat until ماشي حالك اللي انت ذكرتو في studio code it is very easy to transfer للبيثون واللي انت ذكرتو في البيثون it is very easy to transfer لبروغرامي لانجوش تانية مثلا visual basic ومن اي لانجوش ممكن transfer skills to another لانجوش ليه لان البازز بتاع اي بروغرامي لانجوش بيعتمد في حاجة اسمها sequence امر ورد تاني في حاجة اسمها selection في حاجة اسمها repetition اللي هي iteration اللي هي loops ما هي ده بقى اللي انا بقولك اسمه ايه transferable skills اللي skill اللي هتتعلمها في one programming language بكل سهولة توديها لprogramming language تاني ما كلهم زي بعض بس بيختلفوا شوية صغارين في syntax طيب بيبقى تعالى نقرأ بقى حوار transferable skills knowledge and experience of one programming language can be applied into an unknown programming language a programmer will be able to recognize control structure بص يا شباب عشان بس تبعارف الثيري لو جالك سؤال ثيري في الprogramming تقول زي الفل انا اخذ الدرجات دلوقتي في حاجة اسمها control structures في الprogramming في حاجة اسمها sequence يعني ايه control structures هوق ده ده level sequence يعني امر ورا التاني ورا التاني طيب في حاجة اسمها selection اللي هي if than else والكيس في حاجة اسمها iteration اللي هي loops الfor while والrepeat until طيب يا ابني ما هي دي بقى لو انت مذكر repetition في language هتوديها في language تانية الدنيا بسيطة يبقى يبقى دي الconcept اللي انا عايز اشرحولك اللي اسمه transferable skills you will be able to recognize and understand in another language features such as declaration و assignment و sequence و selection و repetition و sub routine و parameter passing between module و input و output a programmer should be able to recognize assignment يعني ايه variable و يعني ايه data types integer و string و real و boolean و char هتذكرهم في language شغالين معاك في كل ال languages plus و minus sequence و selection و iteration object دي بقى طالب الايه تنشاء الله حدرس له object oriented programming تمام طيب procedure و function انت عارفها من ال 11 طيب يبقى دي يا ابني كمان معلومة اللي هي transferable skills تمام طيب نخش على ايه بقى algorithm ده انت مذكره ال algorithm مش code ال algorithm description of the design مشي طيب an algorithm is a solution is a solution to a problem as a sequence of steps مشي طيب دلوقتي بقى expressing an algorithm عندك حاجة اسمها سودو قد مذكرها كويس قوي من ال all عندك حاجة اسمها float شار مذكرها كويس قوي من ال all عندك حاجة دي ده اسمها structured english تعال اديك مثالين انا نسخهم من post papers وان شاء الله دقائق ونبدأ نحلم classified وهتلاقي المثالين دول موجودين تمام تمام ما تزوده ما تزودهاش انت بقى وتكتبها pseudo code هقول لك هوريك الفرق هوريك الفرق تم خد يا ابني ادي المثال ده انا عندي مثالين نسخهم من post papers هم يوضحون لك كويس قوي يعني structured english وانا افتح دلوقتي وحلي لك السؤال بيقول لك an algorithm يعني هو عايز algorithm is needed to process a sequence of numbers sequence of numbers وقل ايه اعمل لوب انت بذكر الـ 11 عندك ارقام كتير هتخش يبقى تعمل لوب صح طيب numbers may be positive or negative ماشي طب انا هعرف الرقم ده positive ولا negative هخش جوا وقف ماشي تمام may be integer or decimal استنى دي يفرق معايا ايه وانا بعمل declare للvariables هخليها real ليه مع الارقام الريال ممكن تتعامل مع الارقام الانتجر بس لو انت خليتها انتجر ماينفعش يخش لك real لان الريال في decimal point يبقى وانت بتكتب ال structured english هتقول declare variables as real ليه عشان هي فيها انتجر ودسم طيب the program will لغاية هنا يا شباب ده كل ده سؤال اللي مكتوب في البص paper the program will prompt prompt and input one number at a time يبقى اكيد جوه اللو until value zero is input فاكر فاكر يا اخي فاكر اللي هو repeat until until number equal zero او تعملها while number is not equal to zero ماهي دي اللو اللي الزيرو بيوقف اللو تمام طيب some negative numbers some positive numbers يبقى او انا بكتب الالجوريثم structure the english هقول اتشك if the number is greater than zero وif the number is smaller than zero if the number is greater than zero add لل positive total if the number is smaller than zero add لل negative total وطبعا الزيرو ذات نفسه ده اللي هيوقف اللو تمام one zero is input ما ده اللي هيوقف اللو output the two sums فاكر انت بر اللو بتعمل output هده احنا عملنا revision على كل الـ الاجابة كانت ايه بقى يا شباب هو كان طالب منك تكتب structure english خد الاجابة ايه بقى خد الاجابة هون نام بأول حاجة declare two real variables for the two sum values and initialize اللي فرق ده فرق ايه عن pseudo code ما pseudo code هتكتب صات declare as real وتحتها declare as real وبعدين set كذا to zero وset كذا to zero بالarrow هنا عاوزها sentence يا عم ما فرقتش قوي structure english قريبة من pseudo code بس اهو انت بتجاوب زي ما هو طالب هو طالب منك structure english وبعدين prompt and input a number اه دي جوة اللوب طالب فين اللوب هوريك هوريك وبعدين if number greater than zero add to positive sum and if number less than zero add to negative sum شبه السودو كوب وبعدين repeat ايوة هنا اللوبة هو repeat from step two يبقى تطلع prompt another number repeat step two prompt another number if number not zero دي غالبا دي لو اتكتبت سودو كود هتبقى until number equal zero لو اتكتبت سودو كود انا عايزة structure English after the loop مو ده structure English output samples والsum neg اللي هما ايه two real variables شفتوا بقى يا شباب يبقى دي اول حاجة جديدة اعلمتها لك النهارده اللي هو ايه structured English تمام طيب another example another example وبعدين اروح بقى على classified و ايه ونشتغل شوية خلاص ونعملها بقى session كل ايه session تبقى 40 minutes خد كمان example وعايز اقول لك حاجة ما هو لازم بيحدد في ال example using structured English او يحدد في ال example using sudo code مش بيسأمره مسابقة مفتوحة يبقى دلوقتي لازم يقول لك sudo code يبقى sudo code structure English structure English وساعات بيتيجي اسئلة such as يديها لك float chart تكتبها sudo code او العكس وطبعا انت عارف ال float chart اللي بتعمل لها dry run وترس وترس استنى بقى assign grades معنى تخيلي مثلا if grade if mark greater than 80 يبقى مثلا اديله star else if grade greater than 70 اديله a else if grade greater than 60 مثلا اديله b طب ودي ديك كتب ازاي structure English اقول لان انا اللي قلته داسه بيكون بس هو دلوقتي assign grades based on these results ماشي the program will output the grades ماشي ما هو input اول حاجة كده كده هيبقى فيه loop ما انت عندك class طيب وبعدين input number compare number with great boundaries قل له great boundaries وخلاص ما هو ما قالكش كم ايستر وكم معرفش ما قالش تمام طيب وبعدين كمان ايه وبعدين كمان بيقول لك انا عايز ال average استنى استنى فاكر بقى احنا بنعمل revision على ال 11 عشان تعمل ال average تجيب الاول total طيب يبقى initialize total equal zero وبردو initialize count equal zero وبعدين input a number compare a number with great thresholds to a output the great وبعدين add the mark to the total ممكن تقول تحتها add one to count وبعدين go back to step كذا اللي هي loop او مثلا او repeat until مثلا all marks are processed و outside the loop output you have outside the loop divide divide total by count by count و output ال other ماشي طيب يبقى دي تكتب ازاي structure english اهو declare variable for count of student and total mark structure english loop through all students اللي هي count controlled loop input individual mark inside the loop compare mark with threshold اللي هي total equal total plus mark و count equal count plus one if required لان انت ممكن تبقى عارف ان هما عشرين طالب فمش هتعمل ايه count equal count plus one calculate average by dividing total by count and output after loop بقولك ايه كده زي الفل كده زي الفل يا شباب قديني شرحت لك structured english تعالى بقى نشوف classified في اسئلتي